هيا يا أطفال هيا نمتيا قم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا طبيقة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرغضوا والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو ياسي سعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي بسهر خير يا أطفال بسهر خير يا أطفال وش رأكم إذن مرحبا بكم في حصتكم مفضلة مع أعمو ياسي كامل كيما راكم كل منكم بالهاتف باش جوا تحضروا معنا في حصة أعمو ياسي إذن توم كذلك يا أطفال إذا حبيتوا تحضروا معنا في حصة مع أعمو ياسي كيما هاد الأطفال وجوا تفرحوا معنا مع لكم إلا توجهوا إلى موقعنا الانترنت عمويازيد.com بهذا الشكل إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل مع لك إلا تروح الانترنت تكتب عمويازيد.com تضغط على الزرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بيك إذا يا أطفال اليوم إذا يا أطفال اليوم في هذه الفترة شكون اللي يقول لي وش هما الفنون تعرفوا الفنون الفن الأول الفن الثاني الفن الثالث الفن الرابع الفن الخامس تعرفوا كي النشاط نقوم به في المدرسة كي النشاط نقوم به في المدرسة وش هو مثلا وش هو النشاط اللي قوم به في المدرسة نشاط فني نشاط فني الرسم صنع المشاريع صنع المشاريع الغناء الغناء هدو لقاع فنون زيدو شوفوا الشاطر هدو واشي يقول القراءة لا لا الفنون الرسم زيد زيد الفنون الموسيقى الموسيقى مشي هدين حاب نسمح حاجة اخرى واش هو التلوين لا لا فن من الفنون الرسم الرسم تعرفش الرسم الرسم ال 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 واش هو الفن اللي اللعبوا فيه عدوار اللعب واش حبيت اروح واسمك ها شحال في عمرك شحال ستا لا 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 شحال شحال في عمره في عمرك ربعة تقول ناس دعب يتكبر بالخف ها ايه لا لا خوك ربعة يا اخي ايه رح تقدم اخوك رح واش هو المسرحية المسرح والله اذا يا اطفال المسرح في هذه الفترة هذه كين اليوم العالمي لهذا الفن اللي هو المسرح اذا يا اطفال ان شاء الله تتوفقوا وتروحوا تشوفوا مسرحيات كبيرة لان المسرح فن نبيل قبل ما نروحوا للفقرة الموالية كين فقرة مهمة هي فقرة اللغز تحبوا الالغاز رح نطرح لكم لغز وهذا اللغز تفكروا فيه الى غاية نهاية الحصة انتم والاطفال لم يشاهدوا فينا كذلك يقدروا نجاوبوا على اللغز من خلال موقعنا الانترنت عمويازيد بونت كوم بهذا الشكل اذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك الى تروح الانترنت تكتب عمويازيد بونت كوم تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الالكتروني والجواب على اللغز حد سعيد إذا اللغز يقول كله ثقوب ولكنه يحفظ الماء أعيد اللغز كله ثقوب ولكنه يحفظ الماء من هو ما عليش يا أطفال عبيب ليش أطرين إذا فكروا الى غاية نهاية الحصة انتم والأصدقاء لم يشاهدوا فينا وإحنا نمروا أنا كان حاجة نحبها غير كما تخلى علينا فصل الربيع فصل الربيع وش نقول حبيت نغني لكم أغنية تتغني بالفصول الأربعة رح نتغنيوا بكل فصل وش فيه الشمليح وش فيه وش من فصلة تحبيه انت يا بنتي الصيف تحبي فصل الصيف تحبي البحار ها أوكي وانت يا وش تحبي ربيع فصل الربيع وانت يا وش تحبي صيف تحبي البحار؟ رابع فصل الرابع الرابع الصيف ماذا يقولون؟ زيت فربع زيت فربع كيف أنت؟ زيت فربع قولي بنتي فصل الرابع أحب فصل الشيتاء في السويد لا تحبي التلج شيتاء 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 بارد الرابع أمان الشيتاء شيتاء صيف الصيف باشيطة البحار بينين أصحاب البحر الصيف الرابع الصيف الصيف وأنتم ما الرابع وأنت يا بنتي خريف أم واحدة تحب الخريف الصيف هذا أصحاب البحر أنا نقطع لكم أننا نغنوا هذه الأغنية هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة يلا تغنوا معي كامل هيا نغنوا كامل مع بعض موسيقى هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة موسيقى فصل الشتاء بارد فيه ثلوج ناصعة رياحه قوية رهوده مروية أما الرابعة أما الرابع الأخضر فساتن منمتعة يرقص ناس ما هو أرض الحقول الشاسعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة موسيقى موسيقى لون الخريف شاحد أوراقه مقطعة تنطرت بهبات تحت الأشجار النابعة والزيف بالحرارات الشمس السماء صادعة فصل نحب بحره له نعد الأمتعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موزعة موسيقى الله هو الخالق والكون ليس مضيع هل تفهم أحباتي كل الفوصول نافع الله هو الخالق والكون ليس مضيع هل تفهم أحباتي كل الفوصول نافع هي الفوصول الأربعة جاملة منوعة عبر شهور السنة مواسم موسع هي الفوصول الأربعة جاملة منوعة عبر شهور السنة مواسم موسع شكراً 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 مع أي ناس رح نكتشفوا شخصية مهمة في الكفاح المسلح الجزائري هو الدكتور بن عودة بن زرجب يلا معنا نكتشفوا الشخصية مساء الخير يا أطفال اليوم جيت نحكي لكم على حياة مناضي الجزائري بن عودة بن زرجب طبيب ومناضي السياسي جزائري من مواليد يوم 9 جنوبيه سنة 1921 بمدينة تلمسان حيث ترارع في أوصات شعبية بسيطة درس بمتوسطة بن خالدون ثم تحصل على شهادة البكالوريا سنة 1941 إلى جانب إحرازه على الجائزة الأولى الخاصة باللغة الألمانية بدأ عمله السياسي الذي وصله بعد ذلك في المهجر عندما توجه لمواصلة دراسته الجامعية في علوم الطب حيث عين أمينا عاما لخزينة جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين في سنة 1948 تحصل على شهادته في الطب حيث نقش موضوع سرطان الدم بعد تخرجه من الجامعة وحصوله على شهادة الطب عاد بن عود بن زرجب إلى تلمسان مسقط رأسه ليتفرغ لمعالجة المرضى بمقر سكنه حيث كان يكتب الوصفات باللغة العربية استغل دكتور بن زرجب مهنته كطبيب للقيام بالنشاط في صفوف ثورة في سرية تامة حيث كان يستقبل المناظرين من السياسيين والمجاهدين والمسبلين وأفعال الاتصال في عيادته على أنهم مرضى ليقدموا لهم معلومات تارة وتعليمات تارة أخرى في الجهات المركزية كان الشهيد بن عود بن زرجب كبقية أطباء الثورة يكتبون الوصفات للمناظرين وبها يشترون الأدوية من السيدليات ولما يجمع المخزون ينقلوا إلى المستشفيات العسكرية في الجبال لأعطاء الثورة بعد أعلمين كبير اقتلت دكتور بن زرجب ألا تارونيو لحسب ونشر الوثائق والمناشر الدعائية للثورة لكن سرعان ما اكتشفت السلطات الاستعمارية أمره فألقت القبض عليه وزجت به في السجن قبل أن تعديمه يوم 19 يناير 1256 شكرا شكرا رحم الله الشهيد إذن يا أطفال تحبوا ألعاب الخفاة؟ نعم وشاركوا من نروحوا دركا مع عمويوز نكتشفوا الألعاب اللي حضرها مننا اليوم إذن يلا تسفيق على عمويوز تسفيق على عمويوز نكتشفوا الألعاب اللي حضرها من نروح اليوم عندنا اللعبة شوفكم ماسك تشوفوا مليح ولا ما تشوفوش ركزوا مليح وحالوا عينكم مليح عنا واحد جدولانا عش حال عدنا؟ عش حال؟ عش حال؟ عش حال؟ عش حال عدنا؟ عش حال؟ ، عش حال عدنا أي أطفال؟ يزن عش حال عدة ثلاثة وما حال عدة؟ ترجمة نانسية ترجمة نانسية شكراً 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 يا أطفال وش رأيكم دركا نروح نحكي لكم حكاية يا أطفال كما وعدكم رح نحكي لكم قصة الخروف الشجرة والمطر واحد النهار كان الخروف يلعب تحت واحد الشجرة يلعب يلعب تحت واحد الشجرة وبعد قادة هذه الشجرة تتكلم معاه قاتلوا أنا غير مفيدة والمطر أفيد مني هو اللي يفيد المجتمع هو اللي يفيد هذه الدنيا يعني المطر عنده فوائد كثيرة وأنا ما عنديش فوائد هو الخروف قاعد يتكلم معها مع هذه الشجرة يقولها يقولها لا لا أنت تاني عندك فوائد تقوله لا لا شوف المطر هو من باع الحياة هو من باع كل شيء أنا ما عندي حتى لازمة وكانت شغل كئيبة هكذا وبعد الخروف قاعد يقولها لا لا أنت تاني عندك وبعد جاء المطر هكذا الحق عليهم قالهم وش بكم تهدروا هكذا قاتلوا أنت خير منا كامل وانت من باع الحياة وانت اللي بفضلك يعني تحيا الأشجار ويعني من باع الحياة وبعد المطر قالها لا لا قالها ما من تيش الشجرة فيك فوائد كثيرة الشجرة عندك فوائد كثيرة عندك فائدة تعطي الظل تعطي الخشب تعطي الورق إذن بعد قلت للخروف قلت له صح صح كل واحد فينا عنده فائدة في هذه الحياة هذه عم يازد تسمى الحكمة نستخلصها من هذه الحكاية نقدر نقول لا يمكننا الاستغناء على بعضنا البعض بالضبط بالضبط برافو على أبوبي برافو لا يمكننا الاستغناء عن بعضنا البعض يا أطفال كل علاقة في هذه الحياة وفي هذه الدنيا هي علاقة تكميلية كل واحد يكمل الآخر يا أخي يا أطفال برافو إذن أنا دركاء يا أطفال أنا دركاء عندي فكرة رح نقعد لهيك واللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي شكو لي عنده نكتة تعال واسمك؟ محمد حديقة عم يازيد مين جيت محمد؟ بوزريعة بوزريعة شعال في أمرك؟ تسعة سنة تسعة سنة نحكي ده نكتة تعالك هذا يخترى واحد الراجل شعالت في دارونا هذا كي جرح يعيط اللي بوبين يميروت حم 14 وهو عيط واحد وربعين وبعدك كي جولي بومبي وجولة مشاريه برافو 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 تعالي بنتي تعالي 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 تفضلي بنتي واسمك؟ كاتيا كاتيا شحال في عمرك كاتيا؟ عشر سنين عشر سنين وين تسمين؟ في تليملي في تليملي واش مدرسة؟ مدرسة دونطون مختلطة مدرسة دونطون اليوم جيت مع زملائك كاملة نعم جيتو تحمى اوه اذا مرحبا بكم اذا كل تلميذ مدرسة دونطون تليملي اللي نحيوهم ونحيو كل سكان العاصمة وكل سكان الجزائر ياخي عندك نكتة؟ نعم أتكلم نعم ما هذا صحيح هلذا الخصوصة؟ حوالي وقالت اذا شرحت زيتون وتعطيها في لاستيجة وقالت إعطاءesian ما ألاحقها الآخر يجعلين اذا اختيارهم يدخلهم لا تنتهي لا تنتهي كنت أريد مطرفة تقول وعطري跟你 ا stating بالننبوليت لابد Pod� هو premise سندس سبع سنين szych ماذا جئت سندس؟ تي بازا تي بازا ميراكي شباب زاف سندس الله يبارك عندك نكتة؟ أحكي لنا نكتة قال لك واحد الاخترة واحد البرطاب والبرطابلا تفهموا بس يتلاقوا على العسرة و بعد هذك البرطاب جاء هذك البرطابلا ما جاج احترق ناس و بعد ما تقالها وين كنتي قتلي قلها يكت فهمنا نتلاقوا على العسرة قتلوا مالك مالك كنت نشارجا شول عندو اروحي بنتي تعالي تعالي اروحي واسمك بنتي؟ ميسيكا واسمك؟ ميسيكا ميسيكا شحال في عمرك ميسيكا؟ سبع سنان وين تسكني؟ سايد حمدين سايد حمدين احكي لنا نكتتاك؟ قالوا واحد انها وعد الخنفوس في الصحراء كان عطشان شو واحد البرط جاب واحد الحبيلة بش يحبط حبط الحبيلة طاحت و بعد ذا جاي واحد عندو الدأب قالوا وصافات حتى قالوا اه صافات باح اليوم البرودة و بعد ذا قالوا كيفاش نقدر نحبط؟ قالوا هاك الكردة تقدر تحبط بدا يحبط قالوا قبل شد لي الكردة شد له و بعد ذا هاد الدأب كانت تقل على الخنفوس و بعد ذا وهذا الخنفوس يطلع و الدأب يحبط اه ذا كي هدا الله يبارك الله يبارك الله يبارك اروحي بنتي تعالي تعالي شاطرين اليوم انتم و اسمك بنتي؟ ماريا شح الفي عمرك ماريا؟ عشرة وين تسكني؟ ليفي وين؟ ليفي داكور و عندك نكتات تحكيها ما؟ عندي اغنية اغنية تفضلي تفضلي النملة طعب سعي بالامل لست أرضى بالكسل غاية نيل الطلب لا أبالي بالتعب ابتني البيت الحسن بنظامي للسكن ولقوتي أذهب لست يومي ألعب كل الصيف يجمع لي طعام يشبعه فإذا جاء المطر كان لي بيتي مقر انني نعمل مثل باجتهاد في العمل برافو 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 تصفيقة 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 يا أطفال إلحقنا دركها الركن الجواب عن اللغز إذا أنتم والأطفال اللي يفكروا معنا عبر موقعنا الانترنت عمويازيد.com إذا كله ثقوب لكنه يحفظ الماء واسمك انت؟ أنيس أنيس وش هو الجواب؟ سحابة سحابة متقوبة سحابة كله ثقوب لكنه يحفظه ماشي سحابة شو اللي عنده جواب؟ شكون شكون شكو اللي شاطر شكون؟ شكوний واسمك إنت؟ هايام هايام وش هو الجواب؟ البئر كله ثقوب لكن بحفظه المحhma ماشي البئر؟ البحر ماشي البحر؟ واسمك انت؟ ريحان يريحان وش هو الجواب؟ البحر ماشي البحر؟ ليس بالبحر ليس بالبحر واسمك؟ iter 게� развит ما هو الجواب؟ الرمل الصنبور العين كله تقوب الأرض يلا قولنا اسمك فارس ما هو الجواب؟ كله تقوب لكنه يحفظ الماء يشد الماء واما تقوب بسه يشد الماء لا لا مشي تيو مشي تيو مشي الشجرة البير لا لا مشي البير لا السبار سبار شو لي عنده جواب؟ عندك جواب هو اسمك؟ لقمان عندك جواب لقمان وش هو؟ قارورة مشي القارورة لا 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 نحن نشوف الأطفال ما عندكم الجواب؟ نحن نشوف الأروسة هذه اسمك؟ ريحانة ريحان اسفنج هو الاسفنج 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 إذن ريحانة تعالي تعالي بنتي تعالي أعطي لي الهدية ريحانة أعطي لي الهدية إذن نحن الطفل والطفلة اللي يعرف الجواب عن اللغس نهدوله هدية عمو يزيد يهدوله هدية عبارة عن سدة لأغاني الأطفال مدرستي وكذلك قبعة حصريا قبعت مع عمو يزيد تحميك إن شاء الله من أشيعة الشمس الدارة تفضلي بنتي بالتوفيق بالتوفيق الحقنا درك الحقنا درك عمو يزيد داو يلعب نبولا تانية نلعب شوية إذن يا أطفال حقنا درك الفقرة عيد الميلاد درك عادنا عيد ميلاد شاكيب تفضل شاكيب يلا شاكيب إذن شاكيب ش هدرت من سنة شاكيب سبعة سبعة أوكي إذن يا أطفال راح ينغنوا لشاكيب عيد ميلادك سعيد وأصدقائنا راح يروحوا يجيبوا لنا القاتو تاع شاكيب يلا نغنوا كامل مع بعض أروحوا معي لتحقوا بيا عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك في كويزين ونقول لك عيد ميلاد سعيد موسيقى من الغبي ليك نتمنى صحة وسعادة وهانا ش الله يا ربي لم يغسانا وتعيش أيامها أفرار ش الله يا ربي لم يغسانا وتعيش أيامها أفرار موسيقى يا بانين يا بنات يلا نطير فارونا بس أنا مراح غني نفراح ونعشوا أحلى الأوقات بس أنا مراح غني نفراح ونعشوا أحلى الأوقات موسيقى هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا زيبناها للا حلوى يا محلاها بس مكنتا زيبناها للا حلوى يا محلاها موسيقى باب الله ما يدولوه واصحابه ويبردولوه مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغنيلو مجمل هدايا يهدولوه هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل سنة حلوى سنة حلوى سنة حلوى يا جميل برافو إذا سبعة ستة خمسة ببعة ثلاثة ستة واحد سنة يلا نصف برافو 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 إذا إذا شاكيم على باركم يا أطفال قاعد اللي يراكم اللي هنا يا كي تخرجوا من هاد الحصة تخرجوا بهاد الشهادة هذي بوستر عمو يزيد تعل الحصة وعندكم كذلك شهادة مشاركة باش تعلقوها في الدار وتحتفظوا بها كذكرى بلي جيتوا حضرتوا مع عمو يزيد للحصة تكون باسمكم هذي باسم شاكيم وانتما راحين تدو كذلك وحدة وحدة تفضل شاكيم إذا إحنا راحين ناكلوا هذا القاتو هذا وأنا مبقى لي إلا نقولكم استنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة وبقوا على خير سلام باي باي لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأيام في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في الموعد الجديد مع عمو يزيد